أهلا بك معنا إذن الجزائر انخرطت في مساعي دبلوماسية عديدة لحل أزمات مستعصية أو استعصت على المجتمع الدولي ولا طالما الجزائر وقفت على مسافة واحدة مع كافة أطراف النزاعات في العالم كيف يمكن استغلال هذا الموقف أستاذ رونغ هوان في وساطات دبلوماسية لحل النزاعات أهلا ومرحبا بكم أولا نحن الصين نقدر الموقف الجزائر في الكثير من القضايا الدولية وجزائر دائما تتمسك المبدأ بموقف حياتي وكذلك الاستقلالية في قرارها ودائما تكون الجهود الوساطة لحل النزاعات الإقليمية والدولية فلذلك الصين تتمسك بنفس الاستقلالية الدبلوماسية مثل الجزائر وكذلك تتمسك بأن كل الدولة سواء كان كبيرة أو صغيرة هو على الحد سواء وكذلك لا نفرد آرائنا بقوة على الآخرين واحترام مختلف الدول فهذه مبادئ تشاركها الصين مع الجزائر في حل القضايا الدولية وكذلك الجهود الوساطة لقضايا الساخنة الدولية فلذلك هنا المواقف متشابهة وجهود المشتركة وكذلك هناك الدعم المتبادل سياسيا بين البلدين فلذلك الصين ظلت تقدر دور الجزائر في الأول مواقف الحيادي في حل النزاعات الدولية